اهلا بكم الى موجز الاحداث الرياضية على قناة الحدث الاثريقي تمكنت عناصر المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة تحقيق اول فوز لها على حساب المنتخب الهندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهم يومه الجمعة لحساب الجولة الثانية من دور مجموعة كأس العالم وبهذا الفوز حصد المنتخب المغربي اول ثلاث نقاط في المونديال ليعزز مكانتهم في المركز الثالث من المجموعة الاولى والتي يتصدرها منتخب الولايات المتحدة الامريكية باربع نقاط وبفارق الاهداف عن الوصيفة البرازيلة في حين تتذيل الهند الترتيبة بدون نقاط ويوجه المنتخب المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعة المونديالة الولايات المتحدة الامريكية يوم الاثنان المقبل انطلاقا من الثالث والنصف عصرا تمكن فريق الجيش الملكي من التأهل إلى دور ثاني وثلاثون المكرر من كأس الكونفيدراليا الافريقية بعد فوزه على أشونتي جولدن بويزا الغيني على أرضية ملعب الجنرال الانساني كونتي لحساب إياب دور الثالثون من المنافسة القرية بهدف دون رد وسبق لفريق الجيش الملكي قد تغلب بأربعة أهداف نظيفة على أشونتي جولدن في الذهاب فوق أرضية المراكب الرياضي الأمير مولي عبدالله بمدينة الرباط يوم الأحد الفارض عزز فريق ماملودي سانداونز الجنوب الافريقي فوزه على فريق الاباس من سيشل بتغلبه عليه بحصة كبيرة يومه الجمعة بثمانية أهداف لوحد في إياب دور الثاني وثلاثون ليحجز بطاقة العبور إلى دول المجموعات لمصابقة دور أبطال إفريقيا وسبق أن أمطر سانداونز خصمه ذهابا بنتيجة سفر لسبعة ثم جدد فوزه عليه ليكون ممثل جنوب إفريقيا قد فاز في مجموع المبارتين بنتيجة خمسة عشر هدف لهدف واحد ليصبح ماملودي سانداونز ثاني فريق يحجز بطاقة العبور إلى دول المجموعات من عصبة الأبطال بعد بيترو أتلاتيكو الأنجولية الذي تأهل على حساب كابتون سيتي الجنوب إفريقية عقب الفوز عليها في مجموع مبارتين الذهاب والإيابة بحصة أربعة لصفر علم مدربة ديوك الفرنسية ديدي ديشون أنه سيفقد أحد ركائز المنتخب في كأس العالم بقطر بعد الضجة القوية والشكوك التي ثارت حول لحاقي أحد لاعبي المنتخب بالمسابقة بسبب الإصابة وقالت أيضا شبكة آغام السيسبور الفرنسية أن ننجولو كانتي لاعب خط وسط تشيلسي ومنتخب فرنسا أعلن يشارك مع منتخب بلاده بمنافسات كأس العالم قطر 2022 والمقرر انطلاقها في 20 أنوامبر المقبل وتعرض كانتي للإصابة في العضل الخلفية للفخذة حيث غاب عن المشاركة مع تشيلسي منذ غشت الماضي وأضافت كانتي لا يمكن أن يعود في الوقت المناسب للمشاركة بكأس العالم وذلك بسبب انتكاسة تعرض لها بعد إصابته العضلية وسيفقد المنتخب الفرنسي أحد نجومه البارزة الذي كان سببا رئيسيا في تتويج منتخب بلاده بلقب مونديال روسيا 2018 بهذا الخبر جاءتينا إلى نهاية الموعد الرياضي شكرا على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة